مراد كان ابن تاجر غني وكان في سوء الدهب وكان حواليه أصدقاء كثير جدا ولما توفي والده افتقر مراد ولما وصل لمرحلة من الفقر تذكر أن أعز أصدقاء سعد أصبح غني وتوسع التجارته وصار عنده مال كتير والخير وفير مراد ذهب لصديقه سعد ولما وصل لأسره بهيئته الرثة وبملابسه البالية قال للخدم عن قصته وعن حكايته مع سيدهم فلما ذهبوا إلى سعد رفض لقاءه عاد مراد أدراجه مكسور القلب لتحدث الإعجوبة بعد يومين أو ثلاثة ثلاثة رجال أعطوه حجر من ياقوت وقالوا هذا كان دين عليهم لأبيه أخذ مراد الياقوت وكأنه في حلم ولكن من يشتري الياقوت الآن ثم سيدة نبيلة تظهر فجأة تبتاع المجوهرات وتشتري منه الياقوت بمبلغ عاده إلى سوق الذهب وحلة البركة تذكر بعد حين من نكران صديقه أن يرسل إليه أبيات الشافعي التي تقول رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا فإذا بسعد تشق عليه تلك الأبيات ويرسل إليه أبيات أخرى فيقول له في تلك الأبيات الأخرى يعني سعد في هذه الأبيات يقول له بعد أن سمع هذه الأبيات الصعبة التي تحدث عن انفضاد الناس من حوله وعن أن الناس قد مالوا على من عنده مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا سعد ينظر في حاله هل يرسل إلى صديقه أبيات أخرى هل يبعث إليه بأبيات أخرى فإذا به يكتب تلك الأبيات بعد أن قرأها قال له أما الثلاثة قد وافوك من قبلي ولم تكن سببا إلا من الحيلي وأما من ابتاعت الياقوت والدتي وأنت أنت أخي بل منتهى أملي وما طردناك من بخل ومن قلل ولكن عليك خشينا وقفة الخجل مشاهدين أهلنا مرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم للتسامح وطن التسامح يتضمن معاني المرؤة صدق اللسان احتمال العثرات بدل المعروف كف الأذى كمال في الرجولة وطلاقة في الوجه المرؤة في خصال الرجولة كبيرة فما كان الرجل كاملا إلا وكانت مرؤته حاضرة المرؤة مع الله سبحانه وتعالى بالحياء منه والاستحياء لأن الله سبحانه وتعالى إحسانه علينا عظيم لا بد أن نقابل الإحسان بالإحسان المرؤة مع الناس أيضا مشاهدين الكرام فيها السعي في قضاء حوائج الناس البشاشة في الوجه واللطف في اللسان وسعة الصدر وسلامة القلب أن تحب لهم ما تحب لنفسك كما أن لنا في قصة موسى عليه السلام التي وردت في القرآن الكريم أسوى حسنة والذي ذهب إلى مدين وجد هاتين المرأتين تزودان يقول الله سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسخون ووجد من دونه ممرأتين تزودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذه هي المرؤة هذا هو التسامح في عام التسامح مشاهدين الكرام سؤال حلقتنا اليوم سؤال سهل جدا وجوائزنا اليوم جوائز متميزة السؤال بيقول اذكر بعضا من صفات عباد الرحمن كما جاءت في صورة الفرقان السؤال مرة تانية لمشاهدين الكرام هو اذكر بعضا من صفات عباد الرحمن كما جاءت في صورة الفرقان تواصلوا معنا على الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة مشاهدين الكرام والجوائز اليوم جوائز قيمة معنا رحلة عمرة معنا 500 درهم نقدا ومعنا اليوم جهاز تبلت معنا اليوم خمس سباة درهم لقضا ومعنا اليوم جهاز تابلت مشاهدين الكرام معنا هذا التقرير نذهب لنشاهد ذلك العمل الخيري الجليل الذي تقوم به جمعية بيت الخير ومع سعادة سعيد وبارك المزروعي نائب المدير العام لجمعية بيت الخير إلى هذا التقرير ونعود إليكم مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في هذه الأيام المباركة أذنهني صاحب السمو رئيس الدولة ونائب وحكام اليمارات الأوفية وولي عهده الكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله وكل المانحين وكل الذين شاركونا وساهموا معنا في هذا الشهر الفضيل ونتمنى من الله أن نوفق إن شاء الله معاكم في هذه الأيام المباركة طبعا جمعية بيت الخير هي متواجدة في دولة الإمارات وتعمل في الداخل داخل الدولة من الإمارات وإلى الإمارات توزع أفرعها عبر دبي وعجمان وراس الخيمة والفجيرة وكذلك ندير أربع مراكز لهيئة آل مكتوم الخيرية وهي البرشة والعوير والسيلي وحتى طبعا عملنا في الداخل إن شاء الله دائما ونحن نحاول أن نتسابق مع أخواننا أصحاب الخير والعاملين في هذا المجال وشعارنا في هذه السنة كان أعملوا الخير لعلكم تفلحون وهذا شعار عظيم جدا والفلاح هذه قيمة كبيرة عند الله سبحانه ونتمنى إن شاء الله أن ننال هذه الجائزة وهذه المكرمة من المولى عز وجل وكل أخواننا العاملين طبعا نحن نوجه بمجلس رفيع الحمد لله برجال أعمال لهم بع طويل وهم أفاضل وكرام أسسوا هذه الجمعية وقاموا عليها ولازالوا قائمين عليها وعلى رأسه معالي جمعة الماجد رئيس المجلس ونائب خليفة جمعة النابودة وأخوانهم من رجال الأعمال والوزراء بعضهم والقائمين على هذا المجلس الرفيع جدا ونحن في الإدارة هنا في جمعية بيت الخير وعلى رأس هذه الإدارة عبدين طاهر العواضية المدير العام نسعى دائما إن شاء الله أن نحق أمال الناس فينا وكل ما يتمنونه إذ أكملت الجمعية في هذه الفترة على ثلاثين عاما من العطاء ووصلت إلى إنفاق ما يزيد على ثنين مليار درهم داخل الدولة وهذا الشيء يفتكر أنه يعني يعتبر شيء يعني الحمد لله بتوفيق من الله وبمساعدة الإخوان المانحين ومساعدة المستفيدين الذين هم يحققون الصراحة يعني يحققون التي هي هذه عدالة من السماء وتوفيق من السماء لأن يستفيد المجتمع من بعضه البعض سواء الزكاة أو الصدقات ونتمنى إن شاء الله أن هذه السنة استهدافنا لخمسين ألف إسراء وإن شاء الله أنها بتتحقق كما تحققت في السنوات الماضية من الأعوام اللي فاتت أو من الفترة اللي فاتت نحى دائما أهدافنا الحمد لله بمشيئة الله دائما لها دعم في النجاح وإلى دعم من أصحاب الحمد لله ليادي البيضاء دائما هم في صف العالي في العطاء ونحن دائما الحقيقة فخورين بكل مجتمعنا سواء كانوا من الإماراتيين أو من المقيمين الحقيقة بالدعم اللامحدود في هذا المجال الحقيقة نحن عبر هذه الكوكبة الكبيرة من مطوعين ومن موظفي بيت الخير ويبلغ عددهم حوالي أربعمائة فرد قائمين ليل نهار على هذا العمل ونبشر الفئة كذلك اللي هي الفئة النسائية بأن هذه المراكز وهذه الأفرع تقاد بواسطة أخوات الحقيقة لهم ذراع كبير في العمل الخيري وهنا طبعا تركنا لهم العمل الخيري أو الإنساني كون لهم لمسات معينة في المجتمع وفي الأسرة فالمرأة لها دور كبير عندنا ولها حظ كبير والحمد لله نحن وفقنا في تدريبهم ووفقنا في إنجازات وهنا الآن في مستوى عالي من الدقة في هذا المجال وفي هذا العطاء الحقيقة المحسنين الحقيقة يتسابقون الجميع سواء كانوا على مستوى الحكام أو الشيوخ أو الرجال الأعمال أو كذلك الفئة الأخرى من صاحبات السمو الشيخات أو التجار من النشاء يتفانون في العطاء وكذلك حتى لو قلنا أن الناس اللي أمه على قذر العطاء هناك الكرم موجود هذه الإمارات وهذه ما تعودنا من شعبها دائما الحمد لله هم في خير وأهل خير ونحن استهدفنا كذلك السنة هذه في حدوث ستة وستين ألف أسرة لنفطرها إن شاء الله وهذا خصصت لهم حوالي تقريبا 15 خيمة أفطار وكذلك 25 مركز أو مسجد بيكون فيها الأفطار إن شاء الله أن نفطر هذه الصيام اللي هم طبعا نتكلم عن ناس عزاب ليس لهم بيوت أو لهم أماكن تأويهم للأفطار فيها أما بالنسبة للأسر فنحن الحقيقة وزعنا أفطار صايم أو بما معناه الفطرة الصيام هذه هي كمواد قذائية على تقريبا 12 مليون بيكونن توزع على 5500 إسراء إن شاء الله ونرضى إن شاء الله أن تكون العدالة في هذا الجانب ويكونوا الناس مرتاحين أكبر خيمة في التقام إن شاء الله في محيصة اثنين وهي خيمة زايد العطاء وراحين يفطرون فيها يوميا 3000 شخص إن شاء الله فهذه الجمعية بيت الخير إن شاء الله كما عهدتكم وكما إن شاء الله عند وعدها أن تكون دائما عند حسن الظن ونحن دائما إن شاء الله نكون عند حسن ظن المحسنين والمستفيدين إن شاء الله ونتمنى في هذا اللغاء الطيب أن نشكر قناة الفجيرة الحقيقة التلفزيونية وأخوان عزاء في هذه القناة علينا هم دائما شركانا في الخير وفي العطاء مرة تانية مشاهدين بنكمل معكم حلقتنا النهاردة وبرنامج للتسامح وطن ومنذكر بسؤال حلقة النهاردة هو أذكر بعضا من صفات عباد الرحمن كما جاءت في صورة الفرقان صفات عباد الرحمن في صورة الفرقان من أهم الصفات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى وفيها كثير من صفات المروءة على الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة مشاهدين في كل مكان تصلوا بينا وهتفوزوا معنا بجواز قيمة وجوازنا النهاردة متميزة بيكم والنهاردة معنا 500 درهم نقدا ومعنا جهاز تبلت يا ترى مين معنا أول اتصال في مسابقتنا النهاردة هلا زياد من الفجير أهلا مرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حقيقة الله صفات عباد الرحمن التواضع في المسي الآية تذكرنا الآية بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامة والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرة ومقامة والذين إذ أنفقوا لم يسرفوا لم يقتروا وكان بين ذلك قوامة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقترون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أتامة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شكورك شكرا جزيلا هلا على الإجابة وعلى المشاركة معنا ونتكلم عن صفات عباد الرحمن وهي صفات عظيمة في القرآن الكريم نتحدث عن انضباط أخلاقي على المستوى مع الخلق ومع الله سبحانه وتعالى معنا اتصال أحمد من الفجير أهلا مرحبا يا أحمد اتفضل أهلا وسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحيك الله يا أحمد من صفات عباد الرحمن التواضع التواضع مع الخلق ولا مع الأبناء ولا مع الأهل ولا مع الأسرة مع مين التواضع يعتبر جميعا يعني مع أي حد الإنسان يكون متواضع طيب الآية القرآنية بتتحدث عن الإنسان لما يخطبه الجاهل يقول له سلام هل المسألة دي سهلة أستاذ أحمد والله عند الإنسان المتواضع أو الإنسان عمتا الخويس بيكون عادي بالنسباب لما يجهل عليك حد أو حد يخطف حقك هل سهل أنك تقول له سلاما أنك تترك حقك كتبشي أو تسيب المسألة لوجه الله سبحانه وتعالى نعم نشكرك على المشاركة معنا أحمد وعلى هذا الجواب من التواضع معنا التصال من ليلة من الفجيرة أهلاً ومرحباً يا ليلة تفضلي مرحبتين أهلاً وسهلاً بك وأنت بصحة وسلامة رب العالمين أعطيكم العافية الجواب إن شاء الله الخوف من الله بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرُفْ عَنَّا عَذَابَ جِهَنَّمَا إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقراً ومقاماً جميل الدعاء في رمضان ورمضان كتير بنسمع فيه أدعية هل تعرف أفضل الدعاء اللي أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان خاصة لو قابلنا ليلة القدر أو وافقنا ليلة القدر الدعاء الشهير في رمضان اللهم أنك تعد عفو اللهم أنك عفو وانت حب العفو فاعفو عنه بالضبط جميل أن نذكر الدعاء ونطلب العفو من ربنا سبحانه وتعالى وكيدا من طوال على الله رفعه نشكرك شكراً جزيلاً علينا على المشاركة معنا وعلى هذا الدعاء لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو جماع كل خير الله سبحانه وتعالى يقول وَإِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان أي لاست جنة واحدة كما جاء أيضاً في سورة الرحمن نهاردة بقى معنا سورة تانية وهي سورة الفرقان بنتكلم عن صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان ومع الاتصال من رزينة من الفجير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قيام الليل والتهجد والذين يبيتون لربهم سجده وقيامه قيام الليل والتهجد وصلاة الترويح في رمضان يا رزينة هل تعرفي مين جمع المسلمين في صلاة الترويح؟ سيدنا عمر مخطاب بالفعل وسنة حسنة جميلة الآن نجد كل المساجد في رمضان ما شاء الله عامرة بصلاة الترويح نشكرك يا رزينة على المشاركة معنا وبالفعل قيام الليل من صفات عباد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الله ابن عمر ونعم الرجل إن كان يقوم الليلة النبي جعل المسألة مشروطة وإن كان هو في أعلى مقامات الرجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن نتكلم كمان عن صفات المرؤة في صفات عباد الرحمن ومعانا تصال من ميسرة من الفجيرة أهلا مرحبا يا ميسرة تفضل أهلا وسهلا بكم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلام الجاهلون قالوا يعني إيه يمشون على الأرض هون يا ميسرة يمشون على الأرض هون بتواضع يعني التواضع بالميسرة جميل يعني لا تتخيل إن هي يمشي على مهل أو برحته إنما يمشي بتواضع لا يتبختر لا يتكبر على خلق الله بالفعل نشكرك شكرا جزيلا على المشاركة يا ميسرة وعلى الإجابة معنا ومعنا اتصال آخر من مريم أهلا مرحبا يا مريم تفضلي الحمد لله تعالى والذين يقولون ربنا حبلنا من عزواجنا وزوجاتنا قرة عيون وعجألنا للمتقين إمامة وجعلنا للمتقين إمامة نتكلم عن الدعاء للأسرة لأفراد الأسرة هذا الدعاء الجميل في صفات عبد الرحمن تتخيلي الأسرة الآن متربطة بالدعاء ولا كل واحد بيدعو لنفسه ولا الأب فقط اللي يدعو الأبناء والأم تدعو لأبنائها وبنتها حكيلي عن وضع الدعاء داخل الأسرة الإنسان يدعي لنفسه لولي أمرة لأهله لبلده وساكن فيه رائع جميع المسلمين والمسلمات ويدعو أن ربنا يهب له من أزواجه وذرياته قرة أعين ما تقر به العين شكرك يا مريم على المشارك معنا وجميل أيضا الدعاء بالاستقرار الأسري وباستعادة الأسرية وأن يكون صفات الأفراد داخل الأسرة صفات حميدة أو صفات جميلة فالأسرة هي لبلة المجتمع زي ما قلنا قبل كذا ومن صفات المرؤة أيضا أن يكون الإنسان في أعلى مقامات الحب الأسراتي بالدعاء المتواصل لهم معنا اتصال من تغريد من العين حقيقة الله تغريد تغريد معنا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال نعتذر للاتصال بينا ممكن في كثافة في الاتصالات معنا اليوم إن شاء الله السؤال سهل وصورة الفرقان صورة أيضا من الصورة المحببة والآيات جميلة وتقرأ دائما في الصلوات آيات صفات عباد الرحمن معنا ناصر من دبي أهلا ومرحبا يا ناصر كيف حالك؟ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا ناصر؟ من صفات عباد الرحمن في صورة الفرقان المشي بسكينة ووقار قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا صورة الفرقان آية 63 كم من الآية طيبة يا ناصر؟ يعني أكمل الآية أنا محافظة الآية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة نشكرك يا ناصر على المشاركة معنا والهدف من السؤال عن هذه الصفات هو ترسخها في مفاهمنا وأذهلنا والكلام حواليها أيضا بيفصر معاني آيات القرآن الكريم حتى تكون سلوك في حياتنا معنا اتصال من وليد الشارق أهلنا مرحباً يا وليدي تفضل يا وليد السلام عليكم كيف حالك يا وليد؟ عليكم السلام بخير الحمد لله مستعد للمسابقة؟ أنا مستعد إجابة السؤال هي؟ الاقتصاد في الانفاق أعود بالله من شهر طارق والذين إذا انفقوا لم يصفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام قوامة قوامة يعني إيه؟ قوامة يمكن نستعد التعفل بداية الوسط في ذلك الاعتدال في ذلك أن يكون الإنسان قائم بهذا المال في حياته بما يسعده وبما يسنده بنشكرك على المشاركة معانا وعلى الإجابة السؤال وهذه الصفات متعددة ما شاء الله الإجابة جاءت متنوعة معنا اتصال من أحمد من العين أهلاً ومرحباً يا أحمد أهلاً والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله في أي صف يا أحمد؟ في صف سابع في صف سابع كيف أحوال المناوشات وأمور مع أصدقائك في المدرسة؟ الحمد لله تمام إذا حد أخطأ في حقك يا أحمد بتعمل إيه؟ بصراحة نحن على الهوى في رمضان والله عظيم بصدقك من غير قسم اتفضل يا أحمد إجابة السؤال هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يشرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك مقوى ما يدق الله العظيم نشكرك يا أحمد على المشاركة وأيضاً الاعتدال في الإنفاق والعطاء يعني لا الإصراف أيضاً منهي عنه في الدين ومن صفات عباد الرحمن أنهم معتدلين أيضاً في كل صفاتهم وسط في كل حياتهم وبنكمل معكم النهاردة مشاهدين وبتذكر بسؤالنا النهاردة اذكر بعضاً من صفات عباد الرحمن للذين ينضم إلينا بالمشاهدة الآن عبر شاشة التلفزيون الفجيرة السؤال سهل جداً اذكر بعضاً من صفات عباد الرحمن كما جاءت في صورة الفرقان ومعنا اتصال الاتصال الأخير من مازن يا ماجد سلام عليكم كيف حالك سيد ماجد الحمد لله تعالى في الآية 68 يذكر الله ذرا الصفات وهي مهمة قوام الحياة اعتقد فيها وقوام دين يقول الله سبحانه وتعالى في الصفة الأولى وهي عدم الإشراك والصفة الثانية وهي عدم قتل النفس التي حرم الله والصفة الثالثة وهي الزنا يقول الله سبحانه وتعالى والذين لا يجعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أسامع صدق الله العظيم ولكن هناك شرط إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن نعم هذه التوبة دائما الله سبحانه وتعالى يفتح بابها للعبد التوبة فتحها الله باب مفتوح نعم نشكرك لا يقلق إلا يوم القيامة نشكرك نشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا مشاهدينا فاصل قصير وبعده نعود إليكم فابقوا معنا مشاهدينا وصلنا للفقرة الأخيرة في مسابقتنا النهاردة ونعرف مين فاز معنا بالجوائز ومعنا اليوم 500 درهم نقدا يا ترى مين سعيد الحظ أو سعيدة الحظ اللي فوز بجوائز اليوم هنعرف مين اللي فاز بجائزة اليوم صلاح غربال من الفجيرة ألف مبروك 500 درهم نقدا وأيضا معنا جهاز تابلت اليوم من سعيد الحظ أو سعيدة الحظ هنعرف أيضا الجائزة الثانية راحت لمين أحمد أسامة من العين أحمد أسامة ألف مروق جهاز تابلت وإلى هنا ينتهي مشاهدينا وقت حلقتنا النهار وغدا إن شاء الله حلقة جديدة من نتكلم عن قيم ومعاني وأسباب التسامح في المجتمع في برنامجكم للتسامح وطن نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا للتواصل الرقم المجاني 800-8844 خدمة الواتساب الموقع الإلكتروني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة